الفريق اول رشيد عمار هو من موليد العام 1948 في صيادة في محافظة المونستير رفعت المؤسسة العسكرية رتبته من عقيد الى رئيس اركان جيش البر في اعقاب مقتل رئيسه عبد العزيز سكيك في حادث تحطم مروحية غامض ادى ايضا الى مصرع عشرة ضباط كانوا برفقته في نوفمبر من العام 2007 تسلم رشيد عمار رئاسة اركان الجيش لما له من رصيد واحترام واسع بين الضباط نظرا الى اقتناعهم بانه عامل على تحسين اوضاعهم على خلاف بن علي الذي حاول تهميشهم بعد انقلابه على بورجيبة العام 87 في الثاني عشر من يناير الجاري خير الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي رئيس اركانه رشيد عمار بين اطلاق الرصاص على المتظاهرين او الاستقالة فاعلن الاخير رفضه لذلك موافقا على نشر الجيش في الرابع عشر من يناير ابلغ عمار الرئيس المخلوع بانه مضطر الى اغلاق المجال الجوي ونصحه بالرحيل عن تونس جدير بالذكر ان المؤسسة العسكرية اتفقت على ابقاء عمار في منصبه رغم قرار رئاسي يقضي بوضعه رهن الاقامة الجبرية وقال التقارير ان التوافق كان نتيجة تنسيق بينه وبين كبار ضباط الجيش التونسي ابرزهم الفريق اول بحري طارق فوز العربي والفريق احمد شبير قائد الاستخبارات العسكرية حسين الشحادي العربية